عندك ربعين عام ما بقاش عندك الحق تزوج وها علش دوك البايرين، هم دلو لهم ألقاب رتاهم مملك يوصلوا ربعين سنة و الفوق راكي و لهم بريمي ربعين سنة و الفوق راجل دكساء اللي بعقلوه، راكي يكون عنده ليداتو كبار تموكي و لقدوه في الطول أما دوك اللي ربعين سنة و باقي بغيت تخيره باقي بغيت شرط أحقه و بغيتها بالنقاب و بغيتها بهذا أعطيه العاصير أعطيه على شي ضوء لا أعطيه بالنقابل بك تزوجوا و تزوجوا من الواقع ماشي من المواقع تزوجوكم موالو راكي يتفلوا و يضحكوه و تعطيههم مديدو و تعطيههم دقيقة في نفسهم و تكبروا هذا المجتمع الذكوري أعطيههم العاصير على شي ضر هاد الهضرة ما كنحملهاش هاد الهضرة دل العمار، دل اللاج، دل فاتيكتران ما كنحملهاش أصحب ما يعني يشمع لمن جيت الرجال، لمن جيت العياج، ما كنحملهاش أصحب هاد الهضرة التي قلت لها ما هادره ما تتوزه نهائيا ما هادره ما تتوزه دعث عمان تاعه 40 عام 40 عام راكت دروة الشباب للراجل، هي 40 عام دروة الشباب 40 عام عندك أخو انت بقي شاب 40 عام بقي شاب الرسول صلى الله عليه وسلم جاته الرسالة أولا عنده 40 عام 40 عام في دروة الشباب لا تتوزه، واحد يقول لاحق شرفتي بقي شرفتيش، بقي عندك الحق تزوج و بقي عندك حق تولد الحاجة التي تتعرفها وتفهمها هي أنها تتوزه تتوزه بصحتك تتوزه بصحتك 40 عام تستطيع تزيد 20 عام و 30 عام و الأعمار و بيدي الله بطبيعة الحال و لكنها تتوزه بقع وأنت تتوزه بصحتك و تتوزه بصحتك 40 عام يقول أنه ستدوى 30 عام و تتوزه بأسفك يبدو مجرسة دائما تضحك و دائما ناشط دائما الأمور جيدة و أي واحدة تتمنىك صغيرة تتمنىك ولكن تكون تقاذب في النفس و تكون محافظة على نفسك لا تتوزه بصحتك و تتوزه بصحتك 50 أو 60 عام هذا يجب انت بقي شخصي و لكن ولكن لا تنقش من رأسك لك لديك 40 عام لديك أخو الحق تزوج بجوجه 3 و 4 انت راجل من حقك تزوج بحدة صغيرة لأن 40 عام أجد بمشو الدفة الأخرى لديك شرطة لبنات اللي يكونوا يقول لك من أخده شي لما كان عندها 20 عام أخويا الله يهديك النز هذا اللي سنقول للراجل سنقول لها تألم رأة عندك أختي 30 عام أو 40 عام أختي بقي عندك حق تزوجك بقي عندك حق تولدي بقي عندك حق تفرحي عندك 30 و 40 بقي عندك حق تفرحي يا أختي تنتي لماذا؟ لماذا ليس لديك حق تزوج ماذا هو الفكر اللي والنخمز أم تأخده إلي كانت مثلا فايتا 30 عام وما تاخداش واحدة الى كانت معتشنه وشتي كان عندنا في جدودنا لا أضلن ذلك الله ما كانت شي كانوا قوما يخليبوا على بد الناس يبقى يشوفوا الأمور الأمور هذو يبقى أمور تانوية غير هو قوت اه خصشكو مقاس غير اه خصشكو نادي اه والراجل تشرت والو مرات تشرت ولا ودوك تسرعت والبنات يخرجوا في تومة والراجلت ويخرج تسريحات وهذه وانتو ملا وكذا وانحنا هي رجال وانحنا هي عيالات وانت يلا ما كانت عندك واحد صالير ما عندك زواج ولمرات يلا ما كانت تخاربا يقولين فيه تخاربا يقب الزهر لانش نغدوش من نغدوش الأمور على لي ما شوف واحد حب واحدة ولو واحدة عشقات واحدة إلا كان سغرب مننا كبير مننا عشقات وحبات وبغى تبقى معه شغل شي واحد في تكسيدة او شغل شي واحد في تكسيدة واحد حب واحدة مثلا كبير علي كبير علي بعشرين عام وشغل شي واحد فيه وش سوق شي واحد في تكسيدة waiting اسغل شي واحد قرير منجم ماred وش سوق شي واحد االبي بابنتي أظلي فوق ما شغل شي واحد وأفكار ولمن فيه ومن المساق كل أحد يديه في الجهة الذي يضره كما نقول وكي نقرألهم ونحن نحن قاعد على الحديث كل أحد يسلك انت أخوة رقيتي واحد بنت الناس في القناة الكبير بعض تلك التامية ومتوافقة مع الفكر خذها أخوة خذها وتوكل على الله لا تكتشفك في أعراء الناس أريد العرب المزيد من أجل أن أستطيع العيليين لن أقولها لك الأراضي للبني تتخلي بعض الوقت لا يعيش إثاراً من الوقت لا يوجد أيضاً التأخير أجل مهدًا إنها أراضي لن يحصل على أراضي للبني اعتقد أن أراضي البني تبقى أحد كبير عكس لابد 12 سر بقلي متى ماذا مهما ذاً؟ تبيتها؟ تبيتها من الناس؟ 15 او 40 عام تبيتها مالك انا بان في نار الأحد يجب ارى فتح الأمر لا تفهم السيدة السيدة الذي تقول لا ارى كاملة سيدة جظة تابع طرح تربع من شرطان ولا تتصل حقك لأنك شرطي ولكن انا اللي اتصل لكم بللي كله واحد التي سترتاح معها ولا سترتاح معها بالت اقوى التعقدات ولا شي شي ايش اخوه لي سترتاح معها والي ستطول معها لتي ستصاب لك صالح الزواث صالح لأنها تربي ولدك صالح لن تمثل معك عائلة هذه اهم شي صالح لن تبثل معك عائلة وعائلتكم مستقرة إيلا غادي تاخد ولي واحد حاجة أغن الله يحفظكم الأخوان لي ما قادرش على الزواج في كوتي فينصير ما يعني مثلا ما عندوش فلوس بلا ما يتقاس الزواج بلا ما يتلاحظ الزواج الزواج الأخوان فضوك صعيب بثاف خصوصا في المادية لي ما عندوش المادية بلا ما يتلاحظ الزواج لا يتلاحظ الزواج لديك أحد يتخل اللي هو فيمتي لا بدل حال سبر 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 بما فيمتي سهل لك الله دبرتي محسن كده ومليت القراص تأمنتي وعندك دويرة ديالك والمسائيل لك ساعد تتوكل على الله وتزوج ولكن انت بقي ما عندك ويلو أخويا ما تزوج لا تتسخصي معك بنت الناس لأنه شوف أغلبين الحالة ما يتطلق وقسموا بالله لا إله إلى أغلبين الحالة الوضبط لديك سبب المادية لا تتسخصي معه لا تتسخصي معه لا تتسخصي معه لا تتسخصي معه لا تتتخصي معه لا يوجد المصارف مبحدة ويقول لي أنه يتطعف مع الوقت فلن يتلحس يتجمع لي مفلسة ويجمع لي مفلسة ويجمع لي مفلسة ويجمع لي المسائل لأن الوقت صعب صعب ويجمع لي مفلسة ويجمع لي مفلسة فهذا الموضوع ويجمع لي مفلسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة